بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله احنا نستكمل اليوم وطبعا لزيادة التأكيد وعشان نتضبط معنا المفاهيم النظرية جيدا في زهننا ونقدر نستوعبها بسرعة احنا هنبدأ اليوم درسنا ببعض التمرين اللي ممكن تبقى مطلوبة منينا حاجزة كده هناخد مسلا تمرين وجد حاصل الجمع المتجهين ايه وبي وكذلك متجه الوحدة للمتجه الناتج حيث الايه ناخد الايه كده ده متجه الاولاني بسوية 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 اتنين اي زائد جي باينس كي متجه التاني بي يساوي اي مينس اتنين جي بلاس كي المتجهين دولا احنا عايزين حاصل الجمع المتجهين وبعد ما نوجد حاصل الجمع نوجد المتجه الوحدة للمتجه الناتج حاصل الجمع طبعا على طول هنقول هو متجه اكيد هيساوي اي بلاس بي هنقول لجمعهم جمع مباشرة ان الاي مع الاي والجي مع الجي والكي مع الكي اتنين اي بلاس اي تلاتة اي وجي بلاس مينس اتنين جي يبه مينس جي ومينس كي وكي يبه زيرو زائد او ناقص سفر يعني اذا المتجه الناتج هو ثلاتة اي مينس جي يعني المتجه الناتج هنا ثلاتة اي مينس جي هو متجه في الاكس والواي فقط لان انا عندي الاي هو متجه الوحدة لاتجاه اكس والجي هو متجه الوحدة لاتجاه واي متجه الوحدة للمتجه واي يبه اذا المتجه الناتج اللي هو سي هو عبارة عن متجه يقع فقط في المستوى بتاع الاكس والواي لكن المتجهين الاي هو البي كل منهما كان يقع في الاي في الاكس والواي والز عايزين متجه الوحدة متجه الوحدة للمتجه سي اللي هو المتجه الناتج هنا على طول احنا اخذنا متجه الوحدة وقلنا ان متجه الوحدة بيساوي طبعا اولا لازم نعمله بهذا الشكل بيساوي بيساوي المتجه على مقداره ومقدار المتجه يكتب بهذه السورة وسين بهذا الشكل وبينه المتجه طب احنا عايزين مقدار المتجه اهو احنا عندينا المتجه لكن المقدار نعينه ازاي نعينه بهذه السورة هيبقى الجزر التربيعي لأي اكس تربيع زائد اي واي تربيع الاي اكس تربيع عبارة عن 3 يبقى 3 في 3 في 9 والأي واي تربيع عبارة عن مينس 1 مينس 1 في مينس 1 بواحد يبقى إذن الناتج جزتين يبقى ده عبارة عن مقدار المتجه مقدار الماغنيتيود في هذه الحالة يبقى متجه الوحدة السي تساوي تساوي المتجه نفسه اللي هو عبارة عنه 3 اي مينس ج على جزر عشر وممكن نكتبها بهذه الطريقة 3 على جزر عشر اي مينس 1 على جزر عشر ج لو احنا استخدمنا الاحزب في هذه الحالة يبقى السي لو متجه الوحدة بتأسي ساوي 3 على جزر عشر تقريبا بخمسة وتسعين من مية اي واحد على جزر عشر ده عبارة عن اثنين وتلاتين من مية ج ده عبارة عن هذا المطلوب بتاني خلاص يبقى احنا اوجدنا الجامع حاصل الجامع بتاني المتجهين ثم اوجدنا متجه الوحدة لو خدنا مسال تاني بدل المسال رقم واحد مسال رقم اثنين المسال رقم اثنين عندينا بيقولي اوجد حاصل الجامع لمتجهات السلاسة التالية ولا تقع في مستوى واحد مستوى واحد يبقى هما والثلاثة في مستوى واحد مقدارا واتجاها ثم اوجد متجه الوحدة له يبقى انا عندي ثلاثة متجهات ايه هما الثلاثة متجهات الثلاثة متجهات عبارة عن الا تساوي 4i-3j 4i-3j دعو المتجه التاني هو بيساوي يساوي minus i زائد j minus i plus j والمتجه التالت هو c بيساوي بيساوي 6j 6j ده معناه ان المتجه ده فقط يقع على محور وعي احنا عايزين نوجد هذا المتجه نوجد طبعا ايه نوجد حاصل الجامع لمتجهات الثلاثة ثم نوجده مقدارا واتجاه ثم اوجد متجه الوحدة له طبعا هنا احنا عندين احنا خلاص احنا عايزين متجه التالت احنا عندي الاي والبي والسي ناخد دي هنسمي المتجه ده دي اهو ونجمعهم مع بعض على طول ايه بلاس بي بلاس سي هيساوي ايه الاي مع الاي والجي مع الجي والكي مع الكي لو كانت موجود الكي لكن مش موجود الكي الاي مع الاي هنا فور اي مينس اي يبه ثلاثة اي وهنا ما فييش اي يبه ثلاثة اي عضل ايه الجي هنا مينس ثلاثة جي وهنا جي يبه فاضل مينس تو جي وهنا ستة جي يبه بلاس فور جي بس كده ده يبه عنده ثلاثة اي زائد فور جي ده المتجه عايزين نوجد مقداره مقداره طبعا احنا مقداره سه مقدار المتجه اللي هو دي نكتبه تاني هيساوي ثلاثة اي زائد فور جي يبه ازا مقدار المتجه ده بهذه الصورة يكتب تساوي هناخد بقى هناخد الجزر التربيع لمركبات الاكس ثلاثة في ثلاثة بتسعة واربع فاربع بستطاشر يبه تسعة زائد ستطاشر جزر خمسة وعشرين يعني خمسة هلس يبه مقداره خمسة طب اتجاهه ازاي سؤال مهم عشان وجد اي متجه اتجاهه يبه تاني ناخده تاني ناخد مركبة الواي الاي هوي على الاي اكس يبه اربعة على تلاتة اربعة على تلاتة لو جبناها بالآل الحاسب اقول شفت 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 تان اربعة على تلاتة ديني سيتة على طول والسيتة في هذه الحالة لما اعملها بهذه الطريقة شفت تان اربعة على تلاتة تلاتة وخمسين درجة خلاص يبه احنا اوجدنا ايه اوجدنا تجاه المتجهه طب متجه الواحدة تجاه الواحدة معروف يبه دي على طول كده هو بهذه العلامة المتجه وحدة يساوي المتجه على مقداره المتجه له مين اللي هو تلاتة اي مين بلاس فور جي على مقدار المتجه حسبناه خمسة يبه تلاتة على خمسة اي بلاس اربعة على خمسة جي تساوي ايه تلاتة على خمسة تقريبا يبه ستة من عشرة ايه واربعة خمس اربعة على خمسة تمانية من عشرة جي يبه ده عبارة عن المتجه الواحدة للمتجه دي طبعا هنا طريقة سهلة جدا ان احنا عطول احنا بنجد جمع نجمع المتجهات مع بعضيها تمام ثم بعد ما نجد نجمع المتجهات مع بعضيها بنجد المقدار نجد مثلا مثال اخر ده تلاتة تابعين كده مثال اجد الزاوية بين المتجهين الزاوية ده نوع جديد من المسائل عاوزين نجد الزاوية المتجهين دوله ايه يساوي اتنين اي زي بلاس اتنين ج بلاس ك ناخد البي كده يساوي البي يساوي اي بلاس ج بلاس اتنين ك عايز ايهو عايز الزاوية طب نقول ازاي الزاوية طبعا الزاوية احنا خدنا لم يكون عندنا متجهين ايه العلاقة بينهم اللي بينهم اللي ممكن تجمعهم معهم زاوية توجد معهم زاوية ضرب القياسي اللي خدناه جابا كده وجلنا على ايه دوت بي تساوي ايه بي كوزاين سيت ده القانون يبا انا عايز ايه دوت بي اول حاجة اهو عشان اوجد دي يبعا كنا اوجد ايه واوجد بواحد ايه دوت بي يساوي ضرب الايات عطول اتنين اي دوت اي اي دوت اي بواحد يبا اتنين اتنين جي دوت جي جي دوت جي بواحد يبا برضو اتنين كي دوت كي كام بواحد يبا فاضل معي اتنين يبادى ست. يبادى ست. طب والاي. مقدار الاي. اهي مقدار الاي. اللي هو الاي على طول بيسوي. بيسوي الجزر التربيعي. لمركبات الاي اكس تربيع زايد اي واي تربيع زايد كي زايد ازت تربيع يباد اثنين باربعة. اهدي مركبة الاي. وادي مركبة الاكس. اثنين وان في وان بوان. يبادى يبادى عن جازة تسعة. تلاتة. وبعدين طاب البي. نفس القصة. نوجد البي. الجزر التربيع لمركبات البي. عبارة عن واحد. اهي اي في اي. يبادى بوان. بي واي تربيع بواحد. بلاس بي زايد تربيع باربعة. يبادى جازة الكام. دي عبارة عن جازة ستة. طبعا هنا احنا ده عبارة عن البي. ده عبارة عن ايه? عبارة عن البي. يبال ايه بتلاتة? والبي بكام? والبي بجازة ستة. طيب. احنا بقى كده عايزين ايه? عايزين الزاوية. الزاوية كوزاين. احنا قلنا الايه دوت بي. تساوي ايه بي كوزاين ستة. في هذه الحالة الكوزاين ستة بكام? تساوي ايه دوت بي كمتجهات طبعا على ايه بي كمقادير. طيب تساوي. الايه دوت بي احنا حسبناها بكام? الايه دوت بي? حسبناها. اه لما اوجدناها الايه دوت اه بي اه اوجدناها بستة. اوجدناها بكام? بستة. اهي بباستة. على. طيب والايه اوجدناها بكام? اوجدناها بتلاتة. والبي جازة ستة. يعني بتساوي كام? نقتصر الكلام ده كله مع بعض ده. مع ده اتنين. يبقى اتنين على جازل ستة. بالالة الحسبة نعرفها على طول. بيساوي. زيرو بوينت ايت وان سكس. في هذه الحالة احنا نقول سيتة تساوي كوزاين ماينس واحد. ونحسبها ازاي بالالة الحسبة? نحسبها برضو شيفت كوزاين هذا الرقم. يدينا على طول السيتة. تمام? والسيتة طبعا بالالة الحسبة ممكن نحسبها على طول. الالة الحسبة. شيفت هذا الرقم. اهو. شيفت. وبعدين كوزاين. زيرو. ايت وان سكس. هتساوي خمسة وتلاتين. يبقى سيتة. احطول بخمسة وتلاتين بوينت. خمسة وتلاتين بوينت. تلات واحد وتلاتين درجة. يبقى احنا كده اوجدنا الزاوية بين المتجين. شكرا لكم.